موسيقى توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش عن صدمته من الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية واعتبرها تصعيدا آخر غير مقبول للحرب موسيقى 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 ترى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات على الأراضي الروسية وهدد بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برد صارم وقاص على أي هجمات على الأراضي الروسية مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف بدون رد وأشار مجلس الأمن القومي الروسي إلى أن الهدف الأساسي من العمليات في أوكرانيا هو تفكيك النظام السياسي هناك مضيفا أن الضربات الأخيرة على كييف هي أول حلقات الرد الروسية من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا بالعمل على تدمير بلادها جاءت تصريحات زيلنسكي ردا على هجمات صاروخية روسية تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف وعدات مدن هذا الصباح كان صعبا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة هاجمون لقد كان لهم هدفان منشآت الطاقة في البلاد في كييف، زابوريجيا، لفيف، دينيبرو ومدن أخرى حتى في الجنوب إنهم يسعون إلى إحداث زعر وفوضى يريدون تدمير نظام الطاقة لدينا إنهم محبطون أما الهدف الثاني فهو الناس لقد اختاروا متعمدين الوقت والأهداف من أجل إحداث أكبر ضرر ممكن هذا وارتفع عدد ضحاية ضربة روسية على كييف إلى أحد عشر قتيلا وسبعة وثمانين جريحا يأتي هذا في منطب فان قطعت الطاقة عن عدة مناطق في البلاد بعد الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة كان الجيش الأوكراني قد أعلن أن روسيا أطلقت خمسة وسبعين صاروخا صباح اليوم على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن قال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أنه بحث مع رئيسة وزراء بريطانيا تعزيز الدعم السياسي والعسكري فيما يتعلق بحماية أجواء أوكرانيا وضف زيلنسكي أنه ناقش مع رئيسة وزراء بريطانيا لسترس ما يمكن عمله لزيادة الضغط على روسيا وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية وضربة الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية اتهم رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على بلاده وأعلن لوكاشينكو خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين الأمنيين نشر قوات مشتركة روسية وبيلاروسية وذلك النظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية موسيقى 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 موسيقى